بدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقته مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جولة التفقودية لمحافظات منطقة مكة المكرمة وبدأت الزيارة لمحافظتي بحر والجموم والتقى خلالها بالمسؤولين والأهالي أهم شيء في هذه الجولات هو الاستماع لرأي المواطن ومشاركة المواطن في رسم الخطة المستقبلية لمدينته ولمحافظته ولمستقبله هو وأبنائه نحن هنا لا نفرض شيئا على الناس وإنما نحن هنا لنساعد الناس لاتخاذ الطريق الصحيح والنهج الصحيح للارتقاء بمستوى العلم والثقافة والعيش الرغد إن شاء الله وتحسين مستوى المعيشة لكل فرد في هذا الوطن العجيز الغالي مشاركة المواطن شيء أساسي وأنا أكثر ما أهتم في جولاتي هذه هو الاستماع لرأي المواطن من المواطن نفسه وليس بواسطة أحد هذه الجولة السابعة لأمير منطقة مكة المكرمة للوقوف على مطالب الأهلي والاطلاع على سير المشروعات التنموية والحيوية في العام الماضي عندما زرت هذه المحافظات كان هناك مبلغ حوالي 3400 مليون لمحافظة بحراء والجموم وفي هذا العام رأينا نتائج هذه المبالغ وهذه المشاريع التي نفذت والتي لا تزال بعضها تحت التنفيذ هذه الزيارات ساهمت في تطوير عددا من المراكز وترقيتها إلى محافظات حيث دخلت أربع محافظات ضمن الفئة ألف وهي تربة والخرمة ورنية وخليص إضافة إلى ترفيع مراكز الموي وميسان وأضم وياضيات وبحرة إلى محافظات الفئة باء دعوني أقول لكم معلومة تسر الخاطر عندما بدأت الجولات في المحافظات قبل عدة سنوات كانت القائمة كالآتي معظم المشاريع متأثرة وبعضها تحت التنفيذ وأقلها المنفذ اليوم رأيت أن معظم المشاريع نفذت بعضها تحت التنفيذ وأقلها المتأثرة هذا شيء الحقيقة يبهج عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم ببدء جوة تفقدية لأمير منطقة مكة المكرمة وذلك من أجل رفع وتحسين أداء العمل فادي سمحان مفادر إخبارية محافظة الجموم